موسيقى وحدة هاتسيف أعاد الكيان اللقيط تفعيلها لماذا؟ الانتخابات الأمريكية والانتخابات الإيرانية والتحديات كل ما تبقى لهم الآن هو قتلي لكنني لا أخاف الموت موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برامج خارج الحدود وحدة هاتسيف هذه الوحدة الاستخبارية التابعة للكيان الصهيوني أعاد الكيان اللقيط تفعيلها تعد هذه الوحدة التي تمول مجالات الاستخبارات من المصادر المفتوحة واحدة من أهم أجهزة الاستخبارات في مخابرات جيش الاحتلال الصهيوني وهي من أهم وأخطر الوحدات الاستخبارية لأنها تؤمن أكثر نسبة من المعلومات الخام من كل المصادر العلنية المقرؤة والمسموعة والمنظورة أبرزها بالطبع وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم هذه الوحدة بتزويد قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات اللي اسمها أمان بهذه المعلومات وهي الجهة التي تقوم بمعالجة هذه المعلومات وتحليلها استخباليا واتخاذ مواقف بشأنها لماذا أتحدث إليكم إلى هذه الوحدة؟ الآن من سياق الموضوع ستكتشفون المغزى بعد عملية طوفان الأقصى وبعد إخفاق هذه الوحدة ومثيلاتها من الوحدات الاستخبارية التي قيل سابقا بأنها خمدت أعيد تفعيلها بعد إخفاق كل الوحدات الاستخبارية في معرفة توقيت وتأريخ عملية طوفان الأقصى أعيد تفعيل هذه الوحدة وهي تابعة بالتأكيد للوحدة 8200 التي حدثناكم عنها سابقا في شعبة أمان لكي تتعامل في مجال الاستخبارات من المصادر المفتوحة المعلنة وقد تأسست هذه الوحدة في حزيران 1949 انتبه للتأريخ بعد عام فقط وشهر تقريبا من تأسيس الكيان الصهيوني اللقيط وكان اسمها آنذاك المخابرات خمسة وكانت مهامها ترتكز على جمع المعلومات من التحقيقات مع الأسر الفلسطينيين والمعتقلين ومن مصادر بشرية أخرى غير العملاء ومراقبة وسائل الإعلام التركيز منذ ذلك الوقت على وسائل الإعلام لكن في العام 2012 أشيعة يعني الكيان الصهيوني أشاعة أنه تم إلغاء هذه الوحدة لكن صحيفة هارتس كشفت في العام 2016 بأن هذه الوحدة لا تزال موجودة لن تلغى وبحسب المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفرايم لابيد الذي كان ضابط استخبارات في الوحدة 8200 تذكروها جيدا 8200 وعمل في هاتسيف فإن هذه الوحدة كانت تتبع ما يكتب ويسمع في البداية في الأراضي المحتلة وبعد ذلك في الدول العربية المجاورة وطبعا الجمهورية الإسلامية إيران خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية وخاصة أيضا بعد فشل ما سمي بالربيع العربي بأسباب كثيرة وكانت تركيز تركيز هذه الوحدة يتم على الصحف والمجلات والدوريات وأصدارات مراكز الأبحاث والإذاعات وقنوات التلفزيون وأخيرا بعد بروز ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي أضيفت هذه الوسائل أيضا لتصبح من المصادر الرئيسة لجمع المعلومات والتقاط الجواسيس انتبهوا للكلمة الأخيرة التقاط العملاء والجواسيس فهذه الوحدة إذن هي مسؤولة عن الحصول على الاستخبارات العسكرية ومكافحة التجسس من خلال مصادر المعلومات المفتوحة أكرر المفتوحة المختلفة ونلاحظ بعض منتجاتها ماذا تقدم للكيان الصهيوني عدهم المرخص اليومي وترجمات المقالات من اللغة العربية واللغة الفارسية وعدهم مراقبة وتحليل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في كافة التخصصات واللغات خصوصا العربية والفارسية التركيز هنا يتم طبعا على أبرز الملصات الفيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، تيك توك وغيرها وتقديم تحليلات للشخصيات اللاشطة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي للكيان الصهيوني ويجري التقاط هذه الشخصيات بعضها يتم تجنيده وبعضها يتم اغتياله معنويا سياسيا تسقيطه وحتى التمهيد لاغتياله عسكريا فبشكل عام ان هذه الوحدة هاتسيف تنشط أخيرا بشكل لافت في دول مهمة كالعراقي مثلا عندما اقول تنشط في دول ليس بالضرورة ان تكون موجودة او ان يكون لها اشخاص مباشرون في داخل العراق لكن بالضرورة ايضا يجري تجنيد مثل هؤلاء عبر الوحدة ثمانية آلاف وبتان اللي هي الضم هذه الوحدة ووحدات استخبارية اخرى فيجري دائما تجنيد هؤلاء وتحريكهم بعضهم يتحرك بشكل عفوي يعني بطريقة لا ارادية عند حقيد على الجمهورية الاسلامية عند موقف من المرجعية الدينية عند موقف من بعض الاحزاب والقوى السياسية الشيعية العراقية تحديدا وقوى سياسية اخرى شخصيات سياسية يجري اختباء هذه الوحدة عبر الشخصيات النافذة ناشطة في مجال ما يسمى بالفعاليات المدنية المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني تشارك هذه الوحدة في العديد من العمليات المهمة بما في ذلك المساعدة في فهم الصورة الاقليمية خصوصا في منطقة غرب اسيا اللي هي الشرق الاوسط وتقديم معلومات ذهبية حول التهديدات المختلفة التي تواجه هذا الكيام الصهيوني خاصة من العراق ومن الجمهورية الاسلامية وطبعا من لبنان حزب الله لبنان وطبعا ايضا من انصار الله في اليمن هناك معلومات اكيدة لدى محور المقاومة ان هذه الوحدة هاتسير هي الجغة الرئيسة المسؤولة عن التحقق السريع من اختيال كبار القادة في محور المقاومة يجري تحقيق تحديد الهدف وتقديم معلومات عن اماكن تواجده تسقيطه سياسيه تمهيد لذلك بطرق مختلفة حتى في الحوزة الدينية الحوزات العلمية في النجف بشكل خاص يجري هناك تركيز على بعض الشخصيات النافذة التي تدعو الى او تؤيد محور المقاومة او تدعو الى شعار يعني ان المرجعية الدينية هي للجميع وليست محددة بوطن ولا بقومية ولا بقطر فتقوم هذه الوحدة ببث اشاعات فبركة اكاذيب الترويج لخلافات مصطنعة عمل من الحبة قبة ربما احدهم يصرح بتصريح معين فيجري التركيز على هذا التصريح يتم تضخيمه تكبيره ابرازه بالطريقة غير الطبيعية لتهيئة الارضية الاختياله معنويا سياسيا وبعد ذلك ايضا يجري اختياله فيزيائيا جسديا حصل الكثير حتى ان هذه الوحدة يعني يقولون هكذا يعني هذا التحقيق الذي انا الان هذا الاستقصائي الذي اقدمه لكم بان هذه الجيل هي المسؤولة عن التحقق السريع من اختيال كبار القادة في محور المقاومة مثل الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد احمد الجعبري بالاضافة الى ذلك تركزت مهمها على البرنامج النووي الايراني وتحليل مراكز القوة والعمليات في حركة المقاومة في كل مكان الفلسطينية واليمنية وحتى طبعا حزب الله لبنان بشكل اساسي والمقاومة في العراق على يتحال هذه الان يعني هذه الوحدة التي جرى في العام الفين واحد وعشرين كما يقولون دمجها ودمج عناصرها ضمن الوحدة الاساسية 8200 الان بدأت تنشط بشكل لا اقول منفصل لكن بشكل شوية لديه بعض الاستقلالية عن الوحدة 8200 وطبعا اه لمعالجة الفشل الذريع الاستخباري الذي منيت به الاستخبارات في الكيام الصهيوني عقب عملية اوفان الاقصى وطبعا لذلك يعاد تفعيل هذه الوحدة من جديد بطريقة مختلفة في محاولة لفهم او لسد الثغرات الكبيرة في منظومة الاستخبارات التي تعاني منها اه هذه الدولة التي الكيام اللقيط يعني وطبعا في الجدل السياسي والجدل الاستخباري داخل افراد هذا الكيام اللقيط هناك اتهامات بين قادة هذا الكيام مسؤولين عن الامن بشكل خاص عن تبادل الاتهامات فيما يتعلق بمن المسؤول عن هذا الاخفاق فلهذا يريدون ان يعالجوا مثل هذا الاخفاق عبر تركيز عملياتهم على العراق وعلى ايران بشكل خاص طبعا اقول تركيز لانه دول الاخرى لبنان اليمن في دائرة وفي محيط مثل هذه الوحدة التي تركز حاليا على الاراق ولديها اهداف يجب الانتباه الى بشكل الاساسي علينا ان لا نقلل من شأن حجم الشائعات التي يجري بثها في وسائل التواصل الاجتماعي وهناك شخصيات يتم خلقها منذ فترة طويلة او بعضها يجري شراؤه وتحويل ولائه وتحويل بندقيته من هذا الكتف الى تلك الكتف هؤلاء اظهروهم في البداية مثلا يؤيدون الحجد الشعبي يؤيدون المقاومة العراقية المقاومة الاسلامية في العراق يؤيدون العملية السياسية وبعض السياسيين المهمين في العملية السياسية في العراق بعد ذلك فجأة يجري تحويل هؤلاء لدس السم في العسل ومحاولة ايجاد خلافات بين القوى السياسية في العراق تحديدا ويجب الانتباق الى مخاطر هذه الوحدة والى ما يقومون به من اعمال على اية حال احبائي اثارة الفتنة عبر تنفيذ عمليات واسعة عمليات اختيال تفجيرات غامضة شنهجمات تفضيل واسعة والى اخر هي هذه من مهام هذه الوحدة التي علينا ان ننتبه اليها كثيرا ابقوا معنا الانتخابات الرئاسية في ايران والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية والتحديات الكبيرة التي تواجه البلدين ايران والولايات المتحدة الامريكية وطبعا تأثيرات هذا الامر على دول المنطقة تحديدا العراق هنا في هذا المحور نبحث هذا الموضوع بشكل استقصائي كالعادة ونبحث كيف ستؤثر جولة من التاريخ القضائي على تصنيف ترامب ايضا والعملية الانتخابية الامريكية باعتبار ان الانتخابات الرئاسية الايرانية ستجري في حزيران والانتخابات الرئاسية الامريكية ستجري في نوفمبر 22 الثاني وهناك توقعات بان توقعات بان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب توقعات بعض الدراسات او بعض مراكز الاستقصاء والابحاث والاحصاء بانه ربما يفوز في الجولة الانتخابية المقبلة ويتولى الرئاسة مرة اخرى ويفشل جون بايدن على الرغم من ان ترامب ادينه بجرائم قضائية كبيرة وهو مجرم مدان بحسب الوصف الامريكي التحليلات عن الصحافة الامريكية تقول مجرم مدان هكذا لكن يتفق ترامب وبايدن على ان نوفمبر فقط هو المهم وهو الذي سيحسم نتيجة هذه المحاكمة وفي تاريخ الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة يدان رئيس امريكي سابق بجرائم واكثرها جرائم فاضحة خادشة للحياء وضد المجتمع الاخلاقي العام بشكل عام يعني وفساد اجتماعي واخلاقي وحتى مالي لكن ومن المقرر ان يحكم بسنوات طويلة من السجن لكن يسمح له بالترشيح في الانتخابات الرئاسية وربما يفوز اقول ربما يفوز فعلى هذا الاساس قد يواجه دونالد ترامب كما تقول الصحافة الامريكية 136 عاما من السجن في قضية تزوير وثائق وقد اصدرت محكمة في نيويورك حكما بالادانة في 34 تهم على الاقل وترامب هو اول رئيس سابق تتم ادانته جنائيا ويسمح له وفق الدستور الامريكي بمواصلة المشاركة في السباق الانتخابي حتى من وراء القضبان في حين يقول بعض الخبراء في الولايات المتحدة الامريكية ان التأييد لرجل الاعمال هذا قد يستمر في النمو يعني هذا الفساد وهذا الوضع الذي تلاحظونه قد يستمر احنا هسنا موضوعنا ترامب بشكل اساسي موضوعنا ماذا سيحصل لو جاء ترامب ايس للولايات المتحدة او حتى لو نجح بايدن في الانتخابات وبايدن بالمناسبة اجرى مقابلة مفصلة مع مجلة تايم الامريكية تحدث فيها عن اهمية ان لا يسمح لترامب بالعودة ثانية الى الرئاسة واعتبر نفسه هو الرئيس الاقوى وان بلاده الولايات المتحدة الامريكية ستصبح اكثر قوة في عهده هو تحدث باسهاب عن اجندته السياسية خاصة الخارجية بما في ذلك وجهات نظره بشأن الصين تايوان اوكرانيا والكيان الصهيوني الذي برأه مرة اخرى من ارتكاب جرائم ابادة بحق الانسانية بايدن بالاضافة الى المخاوف بشأن عمره تحدث عن عمره سيلو قلو له هذا عمرك يعني الا يعرقل وترش حكذا الانتخابات مرة اخرى فاخذ يتحدث عن سجله الحافل كما يقول بالانجازات وخاصة فيما يتعلق بحماية الكيان الصهيوني لكن يحصل على اصوات المؤثرين في اللوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة الامريكية فاذا جاء رئيس متشدد مثل ترامب كما يقولون او جاء بعيدا مرة اخرى وهو الان يمثل تقريبا وجهة نظر اللوبي الصهيوني بشكل كامل فيما يتعلق بالولايات المتحدة الامريكية فهذا سيشكل تحديا كبيرا بالنسبة للجمهورية الاسلامية مع ملاحظة ان ايران لا تبالي كثيرا بمن يحكم في البيت الابيض الامريكي يعني ايران لا لا تجري انتخاباتها على هذا الاساس الرئاسية مع ان الامر الان يعني هو خلاص هذا امر واقع بات امرا واقعا ان الانتخابات الرئاسية الايرانية تسبق الانتخابات الرئاسية الامريكية فالايرانيون ايضا من الطبيعي ان يفكروا برئيس يستطيع ان يلجم كل المؤامرات التي قد يقوم بها ترامب او قد التشدد الذي قد يظهره بايد تجاه الجمهورية الاسلامية وعموم محر المقاومة مع ملاحظة انه لم يتغير شيء في سياسة الرئيس الامريكي الديموقراطي عن الرئيس الامريكي الجمهوري كل الرئيسان الرئيسين استفاد من تفويضين لدى الكونغرس الامريكي يسمح لهما باستخدام القوة العسكرية في اختيال من يصفهم بانهم قد يعرقلون او يعرضون الامن القومي الامريكي للخطر ترامب قتل قادة النصر بهذه الذريعة تفويضين واحد 2001 واحد 2002 منحا للرئيس الامريكي اي رئيس امريكي وفق التفويضين قام جورج بوش بغزو افغانستان وبعد ذلك بغزو العراق ووفق التفويضين خاصة للتفويض الثاني قام ترامب وهو قال كذلك بانه قتل قادة النصر ووفق التفويضين قال جو بايدن بانه قتل الكثير من قادة الحجد الشعبي في العراق وانه مستعد لتنفيذ عمليات اخرى خارج اطار الكونغرس ضد ايران وضد العراق فيما لو اقتضت الضرورة في هذا الواقع الانتخابات الرئاسية الايرانية مهمة جدا في اختيار رئيس يتعاطى المرحلة بطريقة تلجم الامريكان وتؤثر على سياساتهم على الاقل فيما يتعلق بتعزيز محور المقاومة وبحفظ الاستقرار في العراق ليش العراق؟ لان في العراق هناك هذه الاتفاقية التي تسمى اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية تخول الولايات المتحدة الامريكية التدخل كما في الاتفاقية لحماية ما يسمى بالنظام الديمقراطي او الديمقراطي الديمقراطية في العراق طبعا الولايات المتحدة الامريكية لم تعمل وفق الاتفاقية هذه عندما جاء التنظيم الارهابي 2014 واحتل اراضي شاسعة في العراق وكاد ان يصل وقف على تخوم بغداد لو لا ايران والقوات الامنية العراقية خصوصا طبعا بعد فتوى سباحة الامام السيد علي السستاني فبهذه الذريعة تستطيع الولايات المتحدة الامريكية ان توجد لها مبررات لمواجهة ايران او لاستفداف ايران او لضرب ايران بذرائع مختلفة عندما تعتبر هي هي الحاكم وهي الخصم هي تقول كما قال ترامب وكما يقول جو بايدن مصالحنا وامن في خطر في العراق فيقومون بفعل ما بشيء ما على هذا الاساس لو تلاحظ قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية الايرانية تتوزعوا من اقصى اليمين الى اقصى الشمال المرشحين يعني الذين تقدموا على الاقل انا لا اتحدث عن اولئك الذين سيبتوا مجل الصيانة الدستور في اهليتهم لأن مجل الصيانة الدستور هو المكلف بتحديد من الذي سيرشح للانتخابات الرئاسية في ايران المقررة في 22 من هذا الشهر لكن من المؤكد من المؤكد كما لاحظتم في تشييع الشهيد ابراهيم رئيسي وكما قال سماحة الامام القائد السيد علي خامنعي بان الانتخابات التصويت في الانتخابات هو امتداد لهذا التشييع الضخم الكبير الذي شهدته ايران للرئيس ابراهيم رئيسي ورفاقه فمن المؤكد تماما ان سقف التوقعات بالنسبة للناخب الايراني سيرتفع هو ميهم كثير لتأجل انتخابات المقبلة في الولايات المتحدة الامريكية بس هو يريد رئيس بحجم الرئيس الشهيد قدم نفسه شهيدا ستقول لي لي الشهيد هذا كلام معروف انا لا تحدث عن استهداف مباشر لا لا سقط شهيدا في مهمتي خرج من بيته مهاجرا في عمل في مهمة مع ملاحظة انه حتى هذه اللحظة لم يستبعد نهائيا الاستهداف الخارجي نهائيا على الرغم من ان البيانات الرسمية حتى الان ما وصلت الى نتيجة عموما سقف التوقعات كبير الايرانيون سيحسمون موقفهم في اختيار رئيس يعرف كيف يلجم الولايات المتحدة وتأثير ذلك بالتأكيد سيكون لصالح المنطقة والعراق حديدا نبقوا معنا كل ما تبقى لهم الان هو قتلي لكنني لا اخاف الموت رئيس الوزراء الباكستاني السابق السيد عمران خان كتب من زنزانته لصحيفة التليغراف مقالا تحت هذا العنوان نشرة في الثاني مايو ايار الماضي قال فيه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم تقف باكستان وشعبها في مواجهة بعضهم البعض منذ ما يقرب من عامين تم اجراء تصويت مدبر بحجب الثقة عن حكومتي وظهرت الى الوجود حكومة شكلتها المؤسسة العسكرية ومنذ ذلك الحين حاولت المؤسسة العسكرية تحت التوجيه المباشر للجنرال عاصم منير رئيس اركان الجيش استخدام كل التكتيكات للقضاء على حضور حزبي في البيئة السياسية في باكستان لقد تم توثيق القمع والتعذيب والحرمان من رمزنا الانتخابي على نطاق واسع ولكن لم ينجح شيء بالنسبة للجيش والقيادة المدنية العاجزة التي تعمل كدومة له في الجيش أظهرت الانتخابات الباكستانية العامة التي جرت في 8 فبراير 2024 الفشل الذريع في تصميمها ومع عدم وجود رمز انتخابي واحد بالنسبة لحزبه في بلد حيث الغالبية العظمى من الناخبين يسترشدون برمز حزبي خرج الناس وصوتوا بأغلبية ساحقة للمرشحين الذين يدعمهم حزب حزبي يعني حزب السيد عمران خان اسمه حزب الانصاف الباكستاني تحريك انصاف على الرغم من وقوفهم باعتبارهم يعني قدمون فانفسهم كمستقلين مع مجموعة من الرموز المتنوعة عموما رغم كل ذلك دخلت المؤسسة العسكرية في نوبة من الغضب وتم التلاعب بنتائج الانتخابات لجلب الخاسرين الى السلطة أحبائي أنا اخترت هذا المحور بالذات لأنه نمى إلى علمي حصلت على معلومات أن السيد عمران خان الذي أدينه أو هكذا حوكمه وأدينه في قضية سميت بالتشفير وسجنه لكن في محكمة الاستئناف قبل يومين تقريبا هذه الأيام القليلة الباضية تم تبرئته تماما من هذه التهم تم تبرئة السيد عمران خان بقضية تسريبات أسرار الدولة وهذه كانت بحد ذاتها من أصعب القضايا بالنسبة لهم اللي في الارف لفقوها إلى وكانوا يعولون عليها كثيرا انت تخيل أن رئيس الصحف الباكستانية كتبت وصحف أمريكية كتبت مثل انترسبت محتمة بالمعلومات كتبت هذه الصحف في وقتها أنه وثائق مسربة أكدت هي انترسبت كشفت وثائق مسربة أن الولايات المتحدة ساعدت باكستان في الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي يعني رشوة من خلال صفقة أسلحة سرية توديها إلى أوكرانيا انتبه شوف المعادلة مقابل ذلك حجب الثقة عن السيد عمران خان وقد سمح القرضة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للجيش الباكستاني بتأجيل الانتخابات آنذاك وتعميق حملة القمع الوحشية هذا وسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وقد ساعدت مبيعات الأسلحة الباكستانية السرية للولايات المتحدة في تسهيل خطة يعني أسلحة باكستانية من أمريكا إلى باكستان وبعدين تعبرها بحجة البيع إلى أوكرانيا تساعدها في حربها ضد روسيا مقابل تسهيل خطة إنقاذ مثيرة للجدل من صدوق النقد الدولي وتعرفون صدوق النقد الدولي شي يسوي بالدول وطبعا التركيز هو على مقابل ذلك إسقاط عمران خان وعلى هذا الأساس تمت الإطاحة بالسيد عمران خان وبرزت باكستان كما تقول صحيفة انترسبت باعتبارها داعما مفيدا للولايات المتحدة وحلفائها في الحرب يعني في أوكرانيا وهي المساعدة التي تم سدادها الآن بقرض من صدوق النقد الدولي طيب الآن وبعدين حكم السيد عمران خان على أنه لأنه ذكر هو ذكر لمح إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت مع السفير الباكستاني في السفارة الباكستانية في الواشنطن عن هذا المخطط في ذلك الوقت طبعا السفير الباكستاني هو السفير الدولة يرأسها رئيس وزراءها عمران خان فنقل المعلومات إلى رئيس الوزراء رئيس الوزراء أشار لها قالوا هذه أسرار أسرار دولة وثيقة الولايات المتحدة تطلب من الجيش إزاحة عمران خان يجي عمران خان رئيس وزراء يقول الولايات المتحدة طلبت من حكومتي من يعني من الجيش في دولتي إزاحتي قالوا له أنت سربت وثائق سرية وهذه الوثائق السرية دبت بالسجن هذا التسريب طيب الآن تمت تبرئة السيد عمران خان من هذه التهم الخطيرة والباقي طبعا هناك تهم أخرى سخيفة أيضا سخيفة جدا جدا كلها ملفقة خلقوا له عشرات التهم الملفقة لأنه ببساطة عمران خان رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ولحن ذكرنا ذلك سابقا في برنامج هنا في خارج الحدود إجدت إغراءات من دولتين في المنطقة عربيتين دولتين واحدة موقعة ووحدة تريد توقعها اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وطلبوا منه أن ينظم إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ويكسر هذا الحاجز الموجود مع هذا الكيان اللقيط وطبعا هذا الأمر سيفرض ضغوطا يعني يحاصر إيران باعتباره جار لإيران باكستان جار لإيران وكل ما تزداد الدول التي ترتبط بالكيان الصهيوني بوجهة نظرهم تكون خيارات إيران في دعم المقاومة محدودة إيران هذا سبب أساسي السبب الثاني لأن عمران خان كما الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي والتفتوا دافع عن القرآن الكريم في الأمم المتحدة بطريقة أثارت غضب هذا اللوب الخطير الذي يعادي الإسلام والمسلمين ويعادي الرموز الدينية ويعادي هذا القرآن العظيم بشكل أساسي وكان يتحدث بجرأة كبيرة في قضية الانتصار لرسول الله عندما تمت الإساءة إليه في قضية شار الإبدو تذكروها الفرنسية وتحدث بلغة قاسية مع الرئيس الفرنسي ماكرون وفي الانتصار للقرآن الكريم بعد تعمد الإساءة له والسماح للإساءة للقرآن الكريم في دول غربية بحجة حرية التعبير وطبعا لا ننسى موقفه الأساسي من الحرب التي شنت على اليمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي تقوده من الخلف الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول بومبيو وزير الخارجية السابق الأمريكي يقول نحن كنا نقود العمليات في اليمن وكان الآخرون يعني السعودية وباقي الدول الأخرى التي تؤيدها يساعدوننا سحب الجيش الباكستاني الذي كان قد أرسل في العهد الذي سبقه لحماية الحدود السعودية كان الجيش الباكستاني يتواجد على الحدود بين اليمن والسعودية وكانوا يحمون عدود السعودية والسعودية هي المعتدية على اليمن هو سحب قواته وهددته السعودية كانت معطية يعني مقابل هذا إرسال الجيش الباكستاني كانت معطية قرض 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 بقيمة ثلاثة مليار دولار إلى باكستان فقلت للريد فلوسنا باليوم الثاني أعطاهم كما أعتقد مليار أو مليارين وقالهم بالبقية سددكم ياهم ومتأكد من الرقم الآن لكنه رفض أن يشارك في قتل الشعب اليمني وأيضا خلال رئاسته للوزراء قام بزيارة إلى روسيا فأثار غضب الأمريكان والغرب الأمريكان يريدون عملاء تابعين لا يريدون رؤساء وحكاما مستقلين وهذا درس وهذا درس إنه ينتعلم كيف نقطو على خطأ عمران خان أو نتحرك على خطأ أولئك الذين يصفهم ترامب بأنهم كشات نحلبها ونسلخ جلدها إذا جف ضرعها في أماد الله